أكيد مشاهدنا هذا السنة سنة 2021 كانت سنة النجاحات أيضا لدوي الهمم في دورتها دورة البارا أولمبيا بطوكيو رو حذر معنا اليوم البطل الأولمبي عثمان إسكندر جميل البطل البارا أولمبي نعم عثمان إسكندر جميل مرحبا بك معنا اليوم نحن الأسعد نعم عيشك عرف لنا نعم وحائز على ميداليتين زميل كيسمية نعم جبت لكم يمكن 2 ميداليت من 12 12 وما كان كامل فريق يعني حاز على 12 كانت 12 ميدالية مش ألا يعني 4 في الذهبي 4 في الفضي و 4 في البرونز ربعة 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 اليوم جبت لنا ميداليتين تحصلت يعني على الميدالية الذهبية في 400 متر وميدالية الفضية في 100 متر أكيد الميدالية الذهبية في 400 متر كانت مع رقم قياسي عالمي والفضية يمكن كانت هي لابتي الدسيبسيون لأنه كنت ناوي الدهبيتين جاء الدهبية وفضية معليش 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 دهبية وفضية ما شاء الله عليك يعني نشرف التخصص شوية المشاهد باش يعرفوا شو التخصص تاك بالضبط يعني كذلك ما شاء الله يمكن رياضة ذوي الهمم هي اللي كانت فتحتي الباب اللي خلتني يمكن هذه الميداليتين الغاليين بالنسبة لي هم غلّوا حتى يعني الوطن يعني خلّونا فرحنا بكم قبل فرحة المنتخب الكورة القادمة طبعا يعني شرفتم الجزائر يعني صاحتا يمكن نتائج الألعاب الباراليمبية كان عندها هذيك البنة لأنه كانت شوية خيبة في الألعاب الأولمبية جاءت من بعض الألعاب الباراليمبية كانوا يمكن الجزائر في ذاك الوقت كنا جزنا على فترة سوية صعيبة كانوا الحرائق وكانوا بزاف أمور يعني سلبية صحيح يمكن الميداليات تعنا هم اللي يعودوا ورجعوا هذيك الفرحة للشعب الجزائر ورجعوا الأمل يعني الأمل أكيد أكيد حتى هنا كي رحنا لألعاب الباراليمبية كان كنا شوية ما كناش بوزيتيف على الأحوال اللي كانت تدور هكذا لكن بقاتل عزيمة باش نسمعوا النشيد الوطني روحتونا بالتتويجات بتاعكم يعني بالقاسم كورينا نسمعوا بتتويج جديد صح نعم كما احنا ويوم كانوا معايا مشاركين كل هدف تعنا كنا نعودوا فيه كلمة واحدة أننا لازم نسمعوا النشيد الوطني لازم نسمعوا جماعة نقولوا لازم لازم اليوم قاساما وخاصة قتل الهدف تعكم كان ميدالية ذهبية لازم غير الذهب نعم لكن الذهب عنده البنتو أنك تسمع النشيد الوطني يمكن مرتبة ثانية ثالثة يطلع العالم صح صح سماع النشيد الوطني ويسماعوا للناس ونقولوا احنا للعالم كامل عنده البنة خاصة وعند الروح الوطني وخاصة جابت فترة واجيزة بعد إخفاقاتها الأسوياء في الرياضة الأولمبيسية نعم الحمد لله نعم رياضة الدوي الهيمم دائما يمكن هي الأكتر تتويجن نعم الأكتر تتويجن ونقولوا شوية محقورة رياضة الدوينات محقورة لم تتعذر لم تتعذر يعني انت كتشوف الالجيريان ترجع في المرتبة 28 عالميا يعني حاجة ما يستهنش بها طبعا يعني شرف للجزائر شرف كبير للجزائر أنا نتمنى يمكن في الموسيقى القادمة نرجعه ب12 ذهب 20 ذهب الفيضة والبرونز ما نحتاجه إن شاء الله سنة 2023 تكون خير عليكم إن شاء الله إلا الذهب كما قلت وتكون سنة من ذهب إن شاء الله تعالى إذا كانت خلي زي ما تسمي شوفوا التقارير حول المنتخب الوطني وشاركنا يعني تحليله كذا نعم أكيد بطلنا البرالمبي